اهلا بكم من جديد خفض بنك الاستثمار مورغانستان لتقييمه لأدوات الدير الحكومية لمصر من وضع محايد إلى غير مفضل بسبب ما وصفها بالأخطار المتزايدة في الأشهر المقبلة وقال خبراء البنك الأمريكي إن الانتخابات التي تلوح بالأفق في ديسمبر المقبل سوف تؤثر بشكل سلبي على قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن وأوضحوا أن الانتقال إلى سعر صرف مرن هو شرط أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار فأتحدثوا عن تهديد بتخفيض التصنيف من وكالة معدز لخدمات المستثمرين وهو ما قد يؤدي إلى إرسال التصنيف بشكل أعمق إلى غير المرغوب فيه وإجراء بعض عمليات البيع الاضطرارية السياق تترقب مصر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ستعقد في مراكش بالمغرب الأسبوع المقبل وذكر تقرير لوكالة ريترز أن الدين العام الخارجي لمصر بلغ نحو 165 مليار دولار بنهاية مارس الماضي منها 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدار السنوات الخمسة المقبلة وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط وتصل الاحتياجات التمويلية في السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى نحو 24 مليار دولار وعشر إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير 22 ونقل تقرير ريترز عن محللين أن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل تقلل فرص تطبيق أي إصلاحات مؤلمة بحسب التقرير وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرا أرقاما صادمة بشان الديون المستحقة على مصر إذا أكد على ارتفاع الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى 47 مليار و400 مليون دولار في مارس الماضي ووفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي فإن أقصات الديون الخارجية والفوائد المستحقة سدادها خلال 2024 ارتفع إلى أكثر من 29 مليار دولار بيانات البنك المركزية أوضحت أيضا ارتفاع الديون الخارجية بقيمة 9 مليارات و600 مليون دولار في الفترة من يونيو 2022 إلى مارس 2023 ولمزيد من النقاش تنضم إلينا عبر الانترنت من القاهرة دكتور علي المهدي أستاذ الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بحييك دكتورة كما أحيي ضيفي أيضا عبر الانترنت من القاهرة سيطارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا سيطارق أحييك أيضا وأستأذنك أن أبدأ مع الدكتورة علي دكتورة علي يعني كما بدأنا أو قرأنا هذه التقارير الاقتصادية سواء من موجة نستالي أو من بعض الشركات المتخصصة في التصنيف الاعتماني إلى آخره تبدو فيما يخص مصر متشائما بشكل أو بآخر تقول أن مصر الديون التي تزداد والتي تأخذ جزء كبير من إيراداتها السنوية تمثل صعوبة حقيقية في مصر فضلا على أن حتى الانتخابات الرئاسية الحالية من الممكن أن تزيد الأمور صعوبة عن ما هو جاري في هذه اللحظة كيف تنظرون لهذا الأمر بشكل نعم دكتورة؟ أولا مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين والسادة الضيف معنا أيها بالفعل الدنيا الخارجي المصري تزايد أقبل سنوات القليلة الماضية اللي يصل حاليا إلى حوالي 165 مليار دولار وده بيشكل عب كبير على الموازنة العامة للدولة زي ما حضرتك ذكرت أن مجرد سداد فوائد الديون أو يعني فوائد ديون فقط بتقرب رقيمتها حوالي 40% من نفقات العامة للدولة وده بيمثل عزب عب على الموازنة العامة للدولة المشكلة الثانية أنه إحنا عندنا اتفاق مع صندوق نادي الدولي اتفاقنا معهم في شهر نوفمبر السنة اللي فات في 2022 على الاتفاق مدته 46 شهر وكان مفروض بقيمته 3 مليار دولار كان مفروض يبقى فيه مراكعة أولانية في شهر مارس 2023 ومراكعة تانية في سبتمبر 2023 والاثنين ما تموش لأن صندوق نادي الدولي شايف أنه في عدد من الإصلاحات اللي كان مطلوب أن الحكومة تقوم بها أو الدولة تقوم بها خلال هذه الفترة ولم يتم نجاز تحيي تقدم ملموس فيها ولعل أحد الأسس المهمة اللي هم كمان شايفين أنه كان لازم يبقى فيه حركة مستمرة هي كانت تحرير سعر الصرف حررنا سعر الصرف فعلا في شهر يعني ابتدنا نفوق وشوية خلية حرك في شهر نوبمبر 2022 ولكن عند شهر مارس 2023 تقريبا توقفنا عن عملية التحرير لأنه التحرير جاء مصحوبا بارتفاع كبير في معدلات التضخم فمعدلات التضخم خلق ضغوط على المستوى المعيشة للغالبية العظمة من السكان في مصر وبالتالي هما تراجعت عن الاستمرار في عملية تحرير سعر الصرف الكلام ده كله نعكس على إيه؟ نعكس على أن الصندوق أصبح منتظر مزيد من الإصلاحات وتأخرت وطبعا الصندوق لما يوصل للمرحلة دي المؤسسات التصنيف الاقتماني الدولية بتاخد إشارات سلبية من الصندوق عن الوضع في الالتزام بالاتفاقية معه وبالتالي بتنتظر إلى فترة وبعدين بتبتدي بعد كده تعمل تقييم يعني داون جريدينج للحالة المصرية وده اللي أعلن مؤخرا من نومي المبارح من مورجن ستانلي نعم وده طبعا يا دكتورة بيخلي تكلفة حتى الديون القادمة أو الاستدانة على نصر تكلفة أعلى من غيرها من الدولة هنرجع لهذه النوات طبيعي ما أقول اتفضلي قولي طبيعي طبيعي لما يبقى فيه تقييم من المؤسسات التصنيف الاقتماني الدولية التقييم بتاعهم لما بيتراجع بتبقى قدرة مصر على الاقتراض بشروط منصرة ضعيفة جدا وبالتالي بيكون الاقتراض عند شروط أكثر تشدودا وعند أسعار فائدة أكثر تشدودا حتى لما تيجي تطرح سندات دولارية أو باليورو أو بأي عملة من العملات الحرة علشان تقدر أنها تمشيها لازم ترفع سهر الفائدة اللي هي بتقدمه مقابل هذه السندات سيد طارق أنا عايز بخبرتك المصرفية الكبيرة أنا قرأت بعض التقارير طبعا هي تقارير غير رسمية للحقيقة بتكلم لا أني بعد الانتهاء من مسألة الانتخابات فيها سيافة مصر سيكون هناك تعويم أكبر للجنيه المصري إذا صح هذا التعبير وبالتالي الجنيه اللي النهاردة ممكن يكون في السوق الموازي عد 40 جنيه لا ممكن يوصل لـ 45 وحتى لـ 50 جنيه إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام منطقي من الناحية الاقتصادية أم لا؟ خليلي بس قبل ما خش في موضوع الدولار حاليا كنت أثرت موضوع مورجان استالي وموضوع الديون المصرية نعم بالنسبة للمورجان استالي بس عايزين نوضح أنه ده ليست بنك تقيم برعانة أنه ليس موليس وليس ستانراند بورز وليس فيتش ده بنك استثمار بيصدر أن هو كبنك لا يحبز الاستثمار حاليا في أدوات الدين الحكومي هذا يخص هذا البنك وليس تقييم نقدر يعني نقول إن ده تقييم للدولة أو تقييم حصل دون جريت بس نقطة للإضافة حاجة تانية حجم الدين زي ما حالك ذكرت 165 مليون مليار دولار معلش أنا أحاول أحط بعض أرقام عشان وإحنا بنتكلم عندنا حجم المشكلة واضح لحضراتكم والاستاذ المشاهدين حجم الدين في 23 كان مطلوب مني إن أنا أسدد حوالي 17.6 مليون دولار كان النص الأولي اللي إحنا سددناه كان 9 و3 من عشرة النص الثاني اللي إحنا فيه حاليا دلوقتي بنتهي في شهر 18 في 8 و3 من عشرة سددنا جزء منه بقى الجزء اللي هو الأخير هنسدد يبقى ده الجزء الأولياني الخمس سنين اللي حالا قلت عليهم بداية من 24 ليس بيك مليون هما الهم كام هما الهم كام فالمشكلة عندي أنا في بقية نظري ف24 و25 أو 24 هي من لي 24 لما نجي نبص عليها كام عليها 24 و3 من عشرة قريبا من 23 يعني نفس المشكلة متفاقمة ف24 مش 9 و25 يا أستاذ طارق لإن أنا كان قدامي تقرير البنك المركزي أنا جيب حالك البيان ده البيان ده حضرتك البيان ده من وزارتي المالية والبنك المركزي أنا أنا بقرأ من تقرير البنك المركزي صدر قبل يومين أنا ممكن بقرأ لحضرتك لإن أنا مهتم شوية بهذا الشأن وفيه محادثات في هذا المحادث فأنا بدي أحدك أقام مدققة لا أنا الرقم اللي بقوله لحضرتك دوت من تقرير للبنك المركزي المصري مصر عليها حالك نفسي حالك نفسي حالك نفسي حالك نفسي حالك نفسي حالك نفسي آه فضل حالك نفسي حالك نفسي في 24 في النص الأولاني ماتلوب 10.9 في النص الثاني ماتلوب 13.3 24 و2 من 10 في 25 ينزل هذا الرقم إلى 15 مليار في 26 يبقى 16 نوصل ل27 يبقى 10 مليار نوصل ل28 ينزل لخمسة ستة مليار إلى أن ينزل إلى 2 مليار إذن المشكلة عندي هي فيه 23 23 كانت مشكلة كانت جامدة جدا لأن الرقم كان كبير وفي 24 لازلت المشكلة كبيرة مداية من 25 يبتدي نص هذا المبلغ اللي ساحاتي يبقى عليك بفوائدها تبتدي بعد كده الأرقام تبتدي تقل لجامدة جدا يبقى إذن المشكلة كانت عندنا وده اللي احنا نعليه من الأول 23 لحد 25 هي المشكلة في هذين السلاتين اللي هما بنسميهم عنق الزجاجة بالنسبة للإقتصاد دي نقطة يعني كان مهم جدا إحنا نقولها لأن إحنا حدوك برضه لو في البيان ده حدوك لو تبص عليه هنلاقي أن عندنا الدين مفروض لحد 2054 نعم لـ 165 مليار بيوصل حتى 54 عليك 0.19 يعني أنت وكأنك بتقول يعني يا جماعة أن نعدي 25 والمسألة مش مولئة أنا موتش كده خالص أنا خليني بس أكمل أن أنا بوضح بينات الأول لو بعدين نتكلم على الدين إذن الدين عندي مشكلته كانت وده اللي احنا قلنا عليها ممكن تلعت في حلقات مع حضرتك سابقة وقلت هذا الكلام اللي قدروا الدين في الفترة دي للأسف الشديد ما قدرش ياخد الدين هو الدين كبير زي ما قال رئيس الوزر احنا مش هنام فيه وقال إحنا أصرافنا فيه الإقراط في الإقتراط فإذن ما فيهش اختلاف إن فيه حصل إصراف الإقتراط لكن النهارده حصل اللي أسوأ من ده إن في السنتين ثلاثة اللي هم من 23 أو من 22 لحد 25 أو 26 للأسف الشديد اللي كان بيدير الدين في الوقت ده كان مفروض يفطن إلى إن كان خاصة إن كان عندك فترات اللي هي 18 و19 كان حتى بيسموها في الانترنشن ماركت الإيزي موني فلوس سهل اللي كان ممكن تأخذها وتفردها على دين أكبر خدا نكبر أنا بس خايف لوقت يخذنا رقم واحد فكرة الدولار سعره هيزيد بعد الانتخابات في بداية 24 زي ما تعلمت بالتقارير غير الرسميه خلينا نتفكر إن ده رأي وده اللي أنا شايف إن البنك المركيزي في الإتجاه أنو يعمل هذا الراجع بالنسبة ليه الدولار وننت النهاردة أنت تعوم الدولار أو فكرة أن الدولار بش موجود هل فكرة سعر ولا فكرة عنا بتوافر الدولار أنا هرفع السعر Actually today هو عونه بعد الانتخابات مثلا بقى 35% بقى 40 الدولار موجود لا مش موجود هتطلع في السوق النهم فإذا المشكلة النهارد لا هناست في السعر فأنا النهاردة السعر النهاردة ما أريد السعر معاوة والسعر النهارد 40% هو السعر النهارد 30% فإذا فكرة السعر ما هي هي المشكلة فيه موضوع الدولار المشكلة الحقيقة المشكلة التوافر الدولار يوم ما يتوفر الدولار أتوقع أن البنك المركز هيعمل مجموعة من الإجراءات منها تخفيض سعر الجنيل مصري بشارط أن يكون عنده من الأدوات ومن الإمكانيات الدولارية أنه يقدر بها يقضي على السوق الموازي أنا مشكلة مشكلة وجود سعر موازي وسوق موازي قلت نقطة مهمة جدا يا سستاري أن الدولار بغض النظر عن سعره هو مش متوفر وده الأزمة الحقيقية في مصر أن الدولار مش متوفر عايز أخذ من كلام الأستستاري مصر المفترض وفقا لكلام الأستستاري هتدفع لها السنة اللي جاية ديون في حدود 24 مليار دولار بعض التقارير بتقول 29 ده يكون تأثيره إيه على مصر ومصر إزاي هتوفر مثل هذا الرقم الضخم في فوائده بص حضرتك يا مصر الحد النهاردة التزمت بسداد كل المدينيات اللي كانت عليها لكن يعني السداد كان بيتم بصعوبة شوية لكن فيه التزام بالسداد وفي المعيد ما فيش حاجة تأخرت خلينا نتفق على دي آه حيبقى عندها مشكلة لأن السنة الجاية حيبقى اللي مطلوب منها لسداد المدينيات أكتر من اللي طلب في سنة الثلاثة وعشرين يعني إذا كنا إحنا كدولة كان علينا التزامات في حدود سبعتاشر 18 مليار دولار في الثلاثة وعشرين فإحنا علينا ما بين 24 و 29 مليار دولار كلا اللي عمل قادم فهو الرقم أكبر فبالتالي الأثر بتاع المدينية أو عيب بتاع المدينية على الاقتصاد المصري أضعف أكبر المشكلة لو تسمح لي بس أضيف للكلام اللي أستاذ طارق قاله كذا نقطتين أو ثلاثة أولا سعر الدولار مشكلة بالفعل لأنه كل ما سعر يعني آه طبعا عدم وجوده دولار مشكلة كبيرة لكنه سعره مشكلة تابعة لعدم وجوده وبالتالي ما نقدرش نقول سعر الدولار مش مش مشكلة لا طبع مشكلة لأن أي حاجة أنت بتستوردها بتدخل للبلاد غالية وبالتالي وبيبقى فيه أوبر برايسنج لحاجات علشان الناس مش عارفة هي حتشتريها بعد كده قدية وبالتالي سعر بينعكس ده على أسعار السلع والمنتجات وبينعكس على معدلات التضخم اللي هي في نهاية الأمر ضرة جدا النقطة التانية مشكلة المجونية أو الحالية في الحالة المصرية أن نسبة الدين قصير الأجل عملت زيد بشكل يعني غير مسبوك يعني إحنا في الفترة مثلا قبل 2010 كانت نسبة الديوك قصيرة الأجل لا تتجاول 6-7% النهاردة إحنا بنتكلم على 42 مليار دولار تقريبا مجونية قصيرة الأجل دي بتمثل 28% من إجمال الدين ده نسبة كبيرة وكل ما المجونية قصيرة الأجل بتبقى نسبتها أكبر ببقى معناها أن علينا التزام بدل ما بنسدد على فترة فترة طويلة نسبة بيبقى علينا التزامات نحن نسدد مجينات كتيرة في فترة أسيرة فدي مشكلة الثانية المشكلة الثالثة إحنا عندنا الدكتور الأستاذ طارق ذكر أن فيه جدول فعلا وأنا شفت الجدول ده اللي هو بيكلم على التزامات لسداد المجيونية لحد سنة 54 لكن دي التزامات بافتراض أن إحنا ما بنقتردش أكتر من 165 مليار لكن لو إحنا حجم المجيونية بتاعتنا زادت عن هذا الرقم كل هذا الجدول هيتغير فهي النقطة يعني أعتقد أن لازم نعمل حاجتين أن الدولة لازم تعمل حاجتين عشان نبقي جابيين شوية في الكلام بتاعنا الحاجة الأولانية هي أن الدولة لازم تعمل جاهدة على أنها تزود تزود المصادرها من العملة الأجنبية المختلفة والحاجة التانية هي لازم تعمل على تخفيض المجيونية بتاعتها بمعنى أنها ما تقتردش طول الوقت بحيث أن المجيونية تتزايد إحنا عايزين 165 مليار دول ينخفضوا فعلا لمية واربعين مية وثلاثين وهكذا يعني طول الوقت نكون بنخفض في المجيونية مش بنزودها لأن لو زودناها عن الرقم ده أنا أسفة كل الجدول ده هيتشطب وهيتغير ويبقى في جدول جديد خليه بس المتوقع نصف دقيقة يا دكتور أنا أسف طبعا حضريتك نديها للإستسطر يا بتولي لأن نقطة اللي قالتها الدكتورة مهمة هي فكرة سياسة الاستدانة في مصر هل توقفت هل تراجعت لأن البعض لا شايف ده ما بيحصلش شايف حتى أن المشروعات الكبرى النسدو نادي الدولي قال يجب أن تفرمل لم تفرمل حتى الآن بشكل أو بآخر ومصر ما قدرتش تخلق مصادر أخرى غير الاستدانة فيما يخص التعامل بس ردنا على الدكتورة عائلة أنا ما قلتش موضوع أن السعر مش مهمة أنا قلت أن السعر في معالجة مشكلة الدولار ليس هو المشكلة الأساسية ولكن المشكلة الأساسية توفر الدولار نقطة النقطة الثانية حاليا بتتكلمني دلوقتي على فكرة مشكلة الدين العام هي مشكلة الدين العام مشكلتين مشكلة لازم النهاردة يبقى فيه قرار سيادي بمنع بمنع زيادة الدين عن حجمه الحالي بمعنى اي حجم الحالي. انا ممكن اسطلي في النهاردة عشان اعيد جدولة الدين لكن الرقم ما يزيتش. يعني ممكن اسطلي في النهاردة عشر سنين عشان اسدد سنة فبالتالي بفرد الدين بتاعها على مدة اطول. ده ممكن يبقى من احدى الحلول الموجودة ان انت تحاول وان كان غير متاح حالان دلوقتي للاسوق الدولية وهيبقى تكلفته عالية جدا. فدي دي حاجة. الحاجة التانية الحاجة بتتكلم فيها موضوع الدولار ومشكلة المجونية وازاي ان احنا النهاردة نقدر كدولة. في ظل العجز الجديد الكتير اللي موجود عندنا نقدر زين نوفي. احنا بنقول النهاردة نحنا بتادل المشكلة في اتنين وعشرين. اتنين وعشرين تتاتة وعشرين كانت شاهد على ان الحكومة قدرت النهاردة ان هي تسدد الاتزامات اللي عليها. اي نعم عملت مشكلة جوة السوق. ومشكلة كبيرة جدا والاسعار زادت جدا. نتيجة ان المعروض قال لنتيجة ان هو خفض الاستراض عشان يقدر يسدل الاتزامات اللي عليها. فاحنا بنقول النهاردة في حلول كتيرة موجودة. وانها كزا مرة منها احدى ه لن تتقدم من غير الاستثمار. شكرا جزيلا. الاستثمار ثم الاستثمار لا بد ان تتخرج الدولة تماما من النشاط الاقتصادي. ولا بد ان الدولة النهاردة بعض الوصول بتاعتها. الهدف من البيع هنا ليس الحصيلة فقط. ولكن الهدف هنا جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية. ان احنا نقدر النهاردة نزود التصديد بتاعنا. نزود الانتاج. نزود التشغيل. هي دي الاجراءات. احنا كل اربعة خمسين عندنا مشكلة الدولار. شكرا جزيلا. هي دي استطرق متولينا برئيس بنك بلوم مصر سابقا. شكرا جزيلا لك. كما اشكر دكتور علي المهدي. استاذ الاقتصاد العميدة السابقة. لكلية الاقتصاد العلمية السياسية. بجامعة القيرة. بشكرك يا دكتور.